وترأس محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة الأمنية العليا اسماعيل خدير الهلوب اجتماعا أمنيا موسعا عقد في ديوان المحافظة وتم خلال الاجتماع الذي حضره قادة عمليات صلاح الدين وسامراء ومديرية شرطة المحافظة وعدد من القادة العسكريين ومدراء الأجهزة الأمنية لمناقشة الخطط الأمنية وتأكيد على جهزية القطاعات العسكرية وتعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية بغية الحفاظ على الاستقرار الأمني الذي تنعم به مدن المحافظة